اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها أولاً القطار الذي يربط بين مدينة النورس وضواحيها الشرقية يتكون من أربع عربات إحداها درجة أولى وبقيتها درجة عادية تتسع العرب الواحدة لمائة وعشرين راكباً يدفع كل منهم ثمن تذكرته لصفر واحدة ذهاباً فقط أو إياباً فقط في الدرجة الأولى تسعمائة من مئة دينار وفي الدرجة الثانية ستمائة وخمسون من مئة دينار يتراوح العدد الفعلي للمسافرين بين العدد الأقصى المنصوص عليه وثلثه ينطلق أول قطار من مدينة النورس في الساعة السادسة صباحاً ويقضي في قطع المسافة كاملة ثلاثون دقيقة لينطلق في الاتجاه المعاكس في الساعة السادسة وستة وثلاثون دقيقة يتواصل الأمر على هذا النحو من التواتر إلى غاية منتصف الليل وستة وثلاثون دقيقة ساعة انطلاق آخر قطار من آخر ضاحية في اتجاه مدينة النورس أتم بطاقة سير القطار ساعة الانطلاق من مدينة النورس ستة فراغ ثمانية فاصل أربعة وعشرون تسعة فاصل ستة وثلاثون عشرة فاصل ثمانية وأربعون إثنى عشر ثلاثة عشر فاصل إثنى عشر خمسة عشر فاصل ستة وثلاثون ستة عشر فاصل ثمانية وأربعون ثمانية عشر تسعة عشر فاصل إثنى عشر عشرون فاصل أربعة وعشرون واحد وعشرون فاصل ستة وثلاثون 22.48 فراغ ساعة الوصول إلى آخر ضاحية 6.30 7.42 8.54 10.6 11.18 12.30 13.42 16.6 17.18 18.30 19.42 20.54 22.6 23.18 فراغ ساعة الانطلاق من آخر ضاحية 6.36 7.48 9 10.12 11.24 12.36 13.48 16.12 17.24 18.36 19.48 21 22.12 23.24 24.36 3.6 34.3 23.4 24.3 25.30 27.5 18.13 30 25.36 29.36 30 31.05 30 31.6 30 31.6 31.9 31.8 30 31.0 33.3 32.3 17.54 19.6 20.18 21.30 22.42 23.54 فراغ الإجابة لمعرفة ساعة الوصول إلى آخر ضاحية نضيف 30 دقيقة إلى ساعة الانطلاق من مدينة النورس لمعرفة ساعة الوصول إلى مدينة النورس نضيف 30 دقيقة إلى ساعة الانطلاق من آخر ضاحية لمعرفة ساعة الانطلاق من مدينة النورس نضيف 30 دقيقة المدة المقضى خلال رحلة الإياب مع مهلة الست دقائق للتأهب لخوض رحلة الذهاب ثانية ساعة الانطلاق من مدينة النورس ستة ساعة الوصول إلى آخر ضاحية ستة فاصل ثلاثون سبعة فاصل اثنان وأربعون ثمانية فاصل أربعة وخمسون عشرة فاصل ستة إحدى عشر فاصل ثمانية عشر إثنى عشر فاصل ثلاثون ثلاثة عشر فاصل اثنان وأربعون ستة عشر فاصل ستة من عشرة سبعة عشر فاصل ثمانية عشر ثمانية عشر فاصل ثلاثون تسعة عشر فاصل اثنان وأربعون عشرون فاصل أربعة وخمسون إثنان وعشرون فاصل ستة من عشرة ثلاثة وعشرون فاصل ثمانية عشر ساعة الانطلاق من آخر ضاحية ساعة الوصول إلى مدينة النورس سبعة فاصل ستة من عشرة ثمانية فاصل ثمانية عشر تسعة فاصل ثلاثون عشرة فاصل اثنان واربعون إحدى عشر فاصل أربعة وخمسون ثلاثة عشر فاصل ستة من عشرة أربعة عشر فاصل ثمانية عشر ستة عشر فاصل اثنان واربعون سبعة عشر فاصل أربعة وخمسون تسعة عشر فاصل ستة عشرون فاصل ثمانية عشر واحد وعشرون فاصل ثلاثون اثنان وعشرون فاصل اثنان واربعون ثلاثة وعشرون فاصل أربعة وخمسون خمسة وعشرون فاصل ستة من عشرة أحسب عدد الرحلات كاملة ذهابا وإيابا التي تتم خلال يوم واحد الإجابة برجوع إلى بطاقة سير القطار يتضح لنا أن القطار يسجل في كل ساعة رحلتين متتابعتين واحدة ذهابا والأخرى إيابا لذا فإن عدد الرحلات المسجلة باليوم الواحد تساوي خمسة عشرة رحلة كاملة أحسب عدد المسافرين الأقصى وعددهم الأدنى ثم معدل عددهم بكل درجة بالنسبة إلى رحلة كاملة واحدة ذهابا وإيابا الإجابة عدد المسافرين الأقصى العدد الأقصى بالعربة الواحدة في عدد العربات 120 في 4 يساوي 480 راكبا معدل عدد المسافرين الأقصى بكل درجة بالنسبة إلى رحلة كاملة واحدة ذهابا وإيابا معدل عدد المسافرين الأقصى بالدرجة الأولى العدد الأقصى بالعربة الواحدة في عدد عربات الدرجة الأولى في إثنان 120 في 1 في إثنان يساوي 240 راكبا معدل عدد المسافرين الأقصى بالدرجة الثانية العدد الأقصى بالعربة الأولى في عدد عربات الدرجة الأولى في إثنان 120 في 3 في إثنان يساوي 720 راكبا عدد المسافرين الأدنى العدد الأدنى بالعربة الواحدة في عدد العربات 120 على 3 في 4 يساوي 160 راكبا معدل عدد المسافرين الأدنى بكل درجة بالنسبة إلى رحلة كاملة واحدة ذهابا وإيابا معدل عدد المسافرين الأدنى بالدرجة الأولى العدد الأدنى بالعربة الواحدة في عدد عربات الدرجة الأولى في إثنان 40 في 1 في إثنان يساوي 80 راكبا معدل عدد المسافرين الأدنى بالدرجة الثانية العدد الأدنى بالعربة الواحدة في عدد عربات الدرجة الثانية في إثنان 40 في 3 في إثنان يساوي 240 راكبا أحسب معدل مداخيل الشركة من هذا القطار خلال يوم كامل الإجابة المعدل الأدنى لمداخيل الشركة من هذا القطار خلال يوم كامل مداخيل الشركة من معدل عدد المسافرين الأدنى خلال رحلات اليوم الواحد بالدرجة الأولى عدد المسافرين الأدنى بالدرجة الأولى في عدد الرحلات خلال يوم كامل في ثمن التذكرة الواحدة في الدرجة الأولى في إثنان 80 في 15 في 900 من 100 في إثنان يساوي 2160 دينار مداخيل الشركة من معدل عدد المسافرين الأدنى خلال رحلات اليوم الواحد بالدرجة الثانية عدد المسافرين الأدنى بالدرجة الثانية في عدد الرحلات خلال يوم كامل في ثمن التذكرة الواحدة في الدرجة الثانية في إثنان 240 في 15 في 650 من 100 في إثنان يساوي 4680 دينار إذن المعدل الأدنى لمداخيل الشركة من هذا القطار خلال يوم كامل يساوي 2160 مع 4680 يساوي 6840 دينار المعدل الأقصى لمداخيل الشركة من هذا القطار خلال يوم كامل مداخيل الشركة من معدل عدد المسافرين الأقصى خلال رحلات اليوم الواحد بالدرجة الأولى عدد المسافرين الأدنى بالدرجة الأولى في عدد الرحلات خلال يوم كامل في ثمن التذكرة الواحدة في الدرجة الأولى في إثنان 240 في 15 في 900 من 100 في إثنان يساوي 6480 دينار مداخيل الشركة من معدل عدد المسافرين الأقصى خلال رحلات اليوم الواحد بالدرجة الثانية عدد المسافرين الأدنى بالدرجة الثانية في عدد الرحلات خلال يوم كامل في ثمن التذكرة الواحدة في الدرجة الثانية في إثنان 720 في 15 في 650 من 100 في إثنان يساوي 14040 دينار إذن المعدل الأقصى لمداخيل الشركة من هذا القطار خلال يوم كامل يساوي 6480 مع 14040 يساوي 20520 دينار